اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما لجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرجهم المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة الخنان إنما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم والأمس وقبل الأمس قنها مؤامرة عالمية لإسفاة هذا البيت المقدس وذلك أن هذا البيت له منزلة عظيمة في قلوب المؤمنين عبر الزمان وذبناه الدراهيم عليه السلام ووضع هذه الأبنات وارتفع هذا البناء بعد أن بنا بيت الله الحرام لأربعين سنة بناه ليعبل الله عز وجل عنده وما زال كذلك حتى وليثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا البيت تعرض لمؤامرة كثيرة عبر الزمان فإن بني إسرائيل كما بيّننا ربنا سبحانه وتعالى كانوا تارة يقنون على الصلاح وتارة يعيثون في الأرض فسادا فحين تكون معهم أنبياؤهم فإن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم وحين يعيثون في الأرض فسادا ينزع الله سبحانه وتعالى الملك منهم فقال الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسلن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد برلاهما بعثنا عليكم عبادا لأولي بأس شديد فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفدولا فبين ربنا سبحانه وتعالى أذلك قضاءه الذي قضاء ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أنهم يفسدون في الأرض مرتين وكان هذا الفساد الأول الذي صلت الله عز وجل عليه الملك فارس بخد نصر الذي سامه سوء العذاب وهدم بيت المقدس ثم بعد ذلك أسرهم وأسر أذناء الأنبياء وأخذهم إليهم إلى بلاد فارس حتى أن الروم إذا انتصروا على فارس رجعوا مرة ثانية إلى هذه البلدة المقدسة إلى بيت المقدس ثم أن الله سبحانه وتعالى لما عازوا في الأرض فسادت بعد التخريب الأول الذي شهد به هذا الرجل الصالح حين مر على هذه القرية وحكى الله سبحانه وتعالى لنا أو كالذي مر على القرية وهي خارية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأناته الله لأتعاني ثم بعثه ثم بعثه لتحيا هذه البلدة من جديد ولتعمر من جديد وأعاد الملك سليمان النبي أعاد من أبيت المقدس بعد أن مكن الله عز وجل له ولأبيه من قبل بأن نصر مفار سبحانه وتعالى على هؤلاء كفار وثنيين وهذا التمكين كان لداود إذ جعل الله سبحانه وتعالى نبيا ملكا ثم جعل ابنه من بعده سليمان نبيا ملكا فأعاد من أهاره المدينة مرة ثانية وبيت المقدس مرة ثانية ثم أنهم عادوا إلى الفساد فصلت الله عز وجل عليهم الروم فأخذوا ما في أيديهم ودنسوا بيت المقدس لأنه لا يعظمون ذلك وإنما يعظموا اليهود هذه البلدة فدنسوا هذه البلدة حتى جاء عمر رضي الله عنه في السنة الخمسة عشرة من الإجرة النبوية الشريفة ففتح بيت المقدس وذلك أن جيوش التي خرجت تقصر الشيخ وعلى رحسها أبو عبيد بن جراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة إذ أن ولاية عمر رضي الله عنه كانت ولاية الفتح الإسلاميين فإنه أرسل جيشاً جيش إلى بلاد الشم وجيش إلى بلاد فارس وكان على رأس البيوش التي خرجت الجيش الذي أرسل إلى فارس كان على رسل سعد بن أبي وقباس رضي الله عنه الذي فتح بلاد العراق وإيران وغيرها ومكن لدين الله سبحانه وتعالى فيه وقضى على الملك الفارسي إلى غير الرجعة إن شاء الله تعالى ثم أن الجيوش التي خرجت إلى الشيخ كان على رأسها أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وخالد بن الوليد وغيرهم من قواد السعود المسلمين إذ أن القيادة التي انتشرت كانت على أعلى درجة من القيادة الجندية العسكرية التي تم بها فتح هذه البلاد وكان فيها أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن رليل وعبد الله بن أبي السرش وعكرمة بن أبي جهل وكان فيها سعد بن أبي وقباس وياسين بن أبي صفيان وغيرهم من قواد المسلمين القعباع بن عمر وغيرهم كثير من قواد المسلمين الذين فتحوا هذه البلاد وكانت من الجيوش التي توجهت إلى الشيخ كان جيش أبو عبيدة الذي فتح بيت المقلس وذلك أبو عبيدة لما حاصر بيت المقلس خرج عليه هؤلاء القسار مقلسة من على أسفار المدينة وقالوا لن نسلمكم مفاتيح المدينة حتى تأتوا بأميرهم فجاءوا بأبي عبيدة فقالوا لا نريد الأمير الأكبر نريدهم الأمير الأكبر وكان على رأسهم هذا القسس الذي كان ندعى سفرانيوس فقالا إذا جاء وعرفناهم سلمناهم مفاتيح المدينة فلما جاء عمر رضي الله عنهم وكان قد أشار عليه أن لا يخرج وأشار عليه أن يخرج إليهم حتى يحقن دماء المسلمين إذا سلموا في سلامه فلما خرجوا إن جاء عمر رضي الله عنه ورأوه من فوق الأسواف خرجوا إليه فلما رأوه سجدوا عند رجليه فأمرهم أن كان مع عمر أن يطوموا وقال له طوموا فإنه لا يسجد إلا إلى الله سبحانه وتعالى وكان عمر رضي الله عنه هو الذي يجدونه في كتبهم أمنه هو الذي يفتح بيت المقدس وفيه شبه من آدم عليه السلام فسلموه مفاتيح المدينة ثم تنحى صفرانيوس يبكي فقال له عمر يباسيك لا عليك فإن الدنيا دواليك يوم لك ويوم عليك فقال أتظنني أني أبكي لأن أعطيتك مفاتيح المدينة فقال نعم فقال له فإننا كنا نظنه صفحة في التاريخ تطوى ولكن وجدنا في كتبنا أن أمه جاءت لتبقى وأن دولة الظلم ساعة فدولة العدل بلا قيام الساعة فشرح أن هذه الأمة جاءت لتبقى وستبقى هذه الأمة ما بقي الزمان وما بقي المكان ولن يستطيع الظلم ولن يستطيع الكفر والشركة والدجرام أن ينال من هذه الأمة لحيث أن يستغسل شفتها وإنما هذه الأمة قد عفو وتمرت لكنها لا تموت وأنها سريعة نموت بل كل في المشرق بل مغرب من أصحاب الكتب وغيرهم الذين يقرؤون تاريخ الأمة يعلمون أن هذه الأمة سريعة في الانتفاض وسريعة في القيام وأنها مارد عظيم ولكنه نائم فإذا انتبه فإن هذا المارد لم يقف أمامه أحد كما قال من في الصين عندما استغاثوا به ليكفع عنهم هذا الذي جاء من دروش مسلمين فقال لهم إن هذه الأيام هي أيامهم إن هؤلاء القوم لو وقفت القدار أمامهم سيسيحونها من أماكنها يستطيعون إزاحة القدار من أماكنها لأنه لن يقف في وجههم أحد حين تكون العزة ويكون الإيمان وتكون الطاعة لله سبحانه وتعالى كما جاء في التاريخ هذه الممّة قد يظن الظلام أنها ماتت وأنها انتهت ثم سرعان ما تنطفد وتعود هذه الممّة مرة ثانيا هذا الموقف من هؤلاء الذين سلموا مفاتيح هذه البلدة لعمر رضي الله عنهم هذه البلدة المقدسة ليتكلها عمر رضي الله عنه سبقها موقف يبين أين تكون القوة في هذه البلدة وذلك أن عمر رضي الله عنه أتى هو مولا له أي خاذب له أتى على بغلة يتناوبان عليها فتارتا يركب المولى وتارتا يركب عمر رضي الله عنه فلما حرب من مدينة القدس كانت موبة المولى أن يركب وجاء إلى مخاضة من الماء فشمر عمر رضي الله عنه عن ساقيه وضع نعله على كتفين وخاض في المخاضة وكان يلبس ثوبا مرقعا فلما رأاه أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين لو رأت أحد من العجم لو رأت أحد من العجم يعني استهان بك وهم يرون ملوكهم في هذه الاتجان وفي هذا الحريف والاستبرق وفي هذا الذهب وفي غيره فقال لو رأت أحد من العجم فقال يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لأوجعته ضربا إن الله أعزنا في هذا الدين فمن اكتغل عزة في غير دين الله أذن له الله قاعدة أعلنها عمر لا نخرج عنها وهي أن عزتنا وقوتنا إنما هي في تمسكنا بدين الله عز وجل ليست في الحرافنا عن دين الله سبحانه وتعالى اكتغاء العزة في مناهب خربية أو شرقية في مناهب غلادينية في مناهب تحرورية لبرالية فإن ذلك كله يولث الظل لنا إنما العزة في دين الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لله عز وجل ولرسول الله ولمن آمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم فبين عمر أن مكمن قوتنا إنما هو في دين الله سبحانه وتعالى كما أن أبا عبيدة انكب على يم عمر ليقبلها فانكب عمر على قدره ليقبلها فنزع هذا فنزع هذا وهذا يبين مدى العلاقة أبين الحكم والمحكم بين الإخوة الإخوان في الإيمان هذه الإخوة الإيمانية التي كانت بينهم لم تقع فارقا بين هذا وبين ذلك فإن أبا عبيدة أراد أن يكرم عمر لأن يقبل هذا فانكب عمر على قدره يقبلها وذلك عداد الله لتعلموا هذه العلاقة التي كانت بين هؤلاء سواء كانت بين الرعية أو كانت بين الحاكم والمحكم فإنها علاقة التوقيع والإحترام علاقة العدل علاقة الرحمة علاقة أداء الحقوق إلى أصحابها هذا الذي رفع شأن هذه الأمة فإن هذه الأمة إنما رفعت في حلادة والطاعة وفتحت هذه البلاد ونصرت هذه الأنصار في طاعة الله عز وجل ولعلكم تلحظون في قول الله تعالى وقضينا إلى ذني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرة فإذا جاء لعب أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا ولدأس شديد عبادا لنا أإلا هنا يمكنهم الله سبحانه وتعالى ويفتح لهم إنما هم عباد لله عز وجل عباد لله سبحانه وتعالى وعودة بيت المقرس إنما يتحقق بطاعة الله عز وجل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قال رق النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون مستاع حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر بالحجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهود من خلفي تعالى فاقتلهم إلا شجر ضرقت فإنه من شجر يهود فإن المنادة هي على عباد الله هؤلاء الذين يدفعهم الله عز وجل هؤلاء الذين يمكن الله سبحانه وتعالى لهم هؤلاء الذين يدعى الله عز وجل لهم قدرا هؤلاء الذين يعزهم الله سبحانه وتعالى عزه هذا الأمر عباد الله يمين قيمة الانتزام بدين الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وعدادة الله سبحانه وتعالى فإن هرقل حين كانت الأزامة تلحق بجيشه أداد قواده أداد قواده فقال كيف تهزمون وأنتم أكثر عددا معدة فقالوا إنا أولا نصدون ولا نصلي ويصومون ولا نصن فأرجع ذلك إلى ما كان عليه الصحابة من طاعة الله سبحانه وتعالى فإن في مزوة اليرموت كان عدد المسلمين أربعين ألفا وعدد الحموم أربعمائة ألف واستطاع المسلمون تحقيق النص وذلك أن القائد كان خالد بن الوليد وجاءت وثيقة عزه من عمر أثناء المعركة فسنف القيادة أبي عبينة بن الجراح رضي الله عنه وهذا يكون على مدى اتزام هذه الأمة التي لا تعرف النزاع على السلطة أو الوجاهة أو المنصب أو المال أو غير ذلك وإنما يعملون لله عز وجل وحده فحين جاء خبر عزه وهو القائد الذي لم يهزن في معركة قط لا في جاهلية ولا في إسلام خالد بن الوليد سيف الله المسلول كما سمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي خبر عزه والجنود أربعين ألفا والروم أربعمائة ألف جاءوا بحدهم وحديدهم جاءوا بحدهم وحديدهم ومعهم كل أنواع الأسلحة الحديثة في وقتها ومعهم الفيئة والقبل والخير والبضال وغيرها مع وجود الأسلحة الحديثة في وقتها والمسلمون أربعين ألف فيهم ألف فارس فقط يعني ألف واحد فقط يركب القيل والباقي ليس معه إلا السيوف والدروع والرماح والقبال ولكن الله سبحانه وتعالى حقق لهم نصر وذلك أن خالد وأبا عبيدة أرسل إلى عمر يطلبان مبدا لن يرسل لهم عرم عددا من الجيش فأرسل لهم قطعة مكتوبة تكتبوا بما ادهب في التاريخ الإسلامي إنكم لن تكتبوا من قلة ولكن تكتون من قبل المعصية فضحروا صفوفكم من معصية الله عز وجل فقام أبو عبيدة فخطب الناس فحفتهم على تقوى الله عز وجل ثم قام بعد ذلك خالد بن وليه فخطب الناس فحفتهم على طاعة الله ثم قام أبو بريرك رضي الله عنه فخطب الناس فحفتهم على طاعة الله ثم قام أبو سبيان بن حرب رضي الله عنه فخطب الناس فحفتهم على طاعة الله عز وجل وأخذ القبات المسلمين ينصحون الناس بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم بدأت المعركة فقرب خالد بن وليد بألف فارس على الروم فأعطوا ظهورهم بين قتيل وأسيل بين قتيل وأسيل في بداية المعركة التي شهدت قطوبات عظيمة كان منها قطوبة عكرمة بن أبي جهد الذي أسلم متأثرا في السنة الثامنة من الإجرة النبوية الشريفة فإنه جمع الناس حوله وقال من يبالعني على الموت فبالعه أربعين رجلا فاقتحم صفوفا الروم فاقتحم صفوفا الروم هو ومن معه رضي الله عنه فقال له خالد ترجع لا تقتحم الموت فقال ذاك عني فإني كنت أحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخشى هؤلاء العلوج وقتل شكيدا من قضي الله عنه كانت هذه عباب الله الأمور المترددة على الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى بين وعده للمؤمنين بأنه يفتح لهم ويمكن لهم شرط أن يحقق الإيمان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف منه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن أن لهم دينه الذي اقتضى لهم وليمكن أنه من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بشيئا يعبدونني لا يشركون بشيئا عبادة الله عز وجل ترك معصية الله سبحانه وتعالى فإن عمر رضي الله عنه حين ودع سعد بن أبي وقباس وهو خارج إلى قتال الفرسي بمعركة القادسية والمدالم خرج به إلى حجوب المدينة ثم وقف معه ساعة فقال يا سعد إن الله لا يقربنك أنك لخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بينه ومين عباده نسبا ولا صدرا إن الله ناصر من نصره وخاضر من قدر فاتق الله فاتق الله فبين له أن الأمر إنما هو بطاعة الله عز وجل وأن الكسران إن والكتلان إنما يأتي بمعصية الله سبحانه وتعالى فقال يا سعد لا يقربنك أنك لخال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صدرا إن الله ناصر من نصره وخاضر من خدره وخاضر من خدره هذا الأمر عباد الله هذه العبارات التي نبعد من قلوب المؤمنة تعرف أن الأمر يد الله سبحانه وأن الله سبحانه وتعالى لن يخذل عباده المؤمنين صحيح أن الحرب قد تكون سبيالا وأنها قد تكون طارة على المؤمنين وطارة على الكافرين ولكن العاقبة لا مد أن تكون للمؤمنين والعاقبة للمؤمنين المتقين فالعاقبة لا مد أن تكون لأهل الإيمان وليأهل التفاق وأن ما يردئهم الله عز وجل من البداية ما يراه الناس فشلا أو خسرانا إن هذه من الابتلاءات التي اقتلوا يدها حتى الأنبياء فإن الأنبياء حين ذا جاءوا بدعوتهم الصادقة وبالمنهج القويم وبالصراط المستقيم عودوا وأنهم كذلك أذبوا وأنهم كذلك حوربوا وأن ذلك الأمر عباد الله حصل مع جميع المؤمنين إنه لا يلزم أن تتحقق النتائج التي نسعى إليها أو نهدفها إنما المصلف أن نعمل ما علينا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به وما كلفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام بدين الله عز وجل والقيام على أمر الله سبحانه وتعالى والسعي في الإصلاح سواء كان ذلك في إصلاح المفروس أو إصلاح البلاد وأما النتائج فهذه بيد الله سبحانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد أي لم يؤمن به أحد وهو صاحب منهج قريب وصراط مستقيم دعا إليه ولكنه لا ينبغي أن يتطرق اليأسا ولا القنوط إلى قلوب المؤمنين إذا كان العدو أكثر عددا وعدا أو أنه جمع كيده وأجده فإن هذا الأمر عدد الله لا يفط في عدد المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاد قالوا هذا ما وعدنا الله رسول وصدق الله رسول وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الإيمان عدد الله هو المقوم الأول في دفع عدد هو المقوم الأول في الانتصار على الخصوم هو المقوم الأول في التنكين الإيمان كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وهذا قول الله سبحانه إن الله يدافر عن الذين آمنوا وقوله سبحانه وتعالى وأن الله مع المؤمنين وقوله تعالى ولن يجعل الله للمؤمنين كافرين على المؤمنين سبيلا لا يجعل لهم العلمين سبيلا دائلا ولكن قد يكون ذلك في بعض الأحيان في بعض الأوقات تحت وعض الظروف لكن هذا لا يدون لا يد أن يكون النصر في المؤمنين هذا بيت المقدس عباد الله ضل في أيدي المؤمنين حتى جاء الفرنجة هؤلاء الصليفين في ثمانية قضارات دبرية على بلاد المسلمين في محاولة يائسة للقضاء على الإسلام وأهله في محاولة يائسة للقضاء على الإسلام وأهله ونحن خيرات المشرق الذي كان المسلمون يحكمونه من الصين شرقا إلى فرنسا بربا فأرادوا أن يقوموا هذا الخير الذي كان في أيدي المسلمين ويقضون على هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي سنة 493 من الإجرة النبهية الشريفة وبعدما يقرب من 480 سنة من فتح عمر ببيت المقدس احتل الفرنجة بيت المقدس وظل معهم ثلاث مدنة وتسعين سنة حتى جاء صلاح الدين رحمه الله ففتح بيت المقدس ففتح بيت المقدس وذلك أنه جاءته قلامة جاءه مبتور صغير من بيت المقدس أرسله إليه رجل يبتب فيه على لسان بيت المقدس يا إيها الملك الذي لمعالم الصليف نكس كل المساعد تهدرت وأنا على شرفي أدنس فحلث بالله عز وجل أن لا يهدأ حتى يفتح بيت المقدس وكان حب الصيب في مرض رحمه الله كان لا يهدأ إلا إذا استقر على دبته وكان كثيرا ضاعة عظيم العبادة محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سنته حتى كان يأتي بالقراء يقرأنا عليه البخاري وهو في المعركة وظل صلاح الدين يفتح بلدة بعد بلدة ويحررها بالبراسم الصليديين حتى جاءت وقعة حقين حتى جاءت وقعة حقين وكان صلاح الدين كل ما معه من الجيش إثنى عشر ألفا إثنى عشر ألفا من المقاتلين ومعهم القراء والعلماء والقضاء كل هؤلاء إثنى عشر ألفا وفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم إثنى عشر ألفا فلن تغلبوا فجاء إثنى عشر ألف وكان عدد جمود الروم ثلاث وستون ألفا وكان فيهم إثنى عشر ملكا من ملوك الروم جاءوا كلهم بحدهم وحديدهم للقضاء على دين الله عز وجل فحاز فغرية ومنعهم من الرسول جلماء ثم فرعيهم كرة واحدة وكان الحصاب هشيما في الأرض أي تم حصده وبغيت بزوره فأمر المخفاق أن يبقوا بالنصف ثم أشعروا الإيران في الأرض فكانت نارا عليهم من تحتهم وكان في شدة حر فكانت نارا من فوقهم ثم حر السيوف على رقابهم فقتل في هذه المعركة ثلاثين ألفا وأسر ثلاثين ألفا وفر ثلاثة ألاث من المعركة منهم ملك رابسة فر جنيحا ومات بدرحه ولا أسر أحد عشر ملكا من ملوكهم ثم جاء بهم إلى خيمته ثم جاء بهم إلى خيمتهم وكان فيهم هذا الملك الذي كان يملك الأردن في هذا الوقت وكان يخطر الحديث وكان يقول لهم أين محمدكم فليأتي فلينصركم فأخذه صلاح الدين إلى خيمته وعرض عليهم إسلامة أبا فقطع رأسه وأخرجه إلى هؤلاء الملوك فارتعه رعبا شديدا ولكنه طمأنهم على ذلك وربطهم في ذيول الخير ودخل بهم إلى دمشق ومعهم صديق الصلافوت الذي يزعمون أن المسيح صريب عليه فدخل به منكسا وهذا كان يوما عزيزا لم يرى المسلمون مثله إلا في عهد صحابة الكرام وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام ثم جاء إلى بيت المقلس فحصره وفتحه ثم بعد ذلك تهره مما وضعوا فيه من الخنازير والصلبان والقمامة وغيرها ثم صلى فيه بعد سبعة أيام إذ فتحه في يوم الجمعة في يوم السابع والعشرين من شهر رجل وصلى فيه ثق رابع من شعبان أي بعد الجمعة التي فتحه فيها إذ لم يتمكن من الصلاف في الجمعة الأولى وكان فتحا عظيما وظل بيت المقلس في أيدي المسلمين إلى سنة 1967 حين حدثت النقسة واحتلت إسرائيل سيناء واحتلت الجنان واحتلت الضفة الضربية من نهر الأردن واحتلت بيت المقلس احتلت الكدس الشرقية والضربية فهذا الأمر عداد الله من يومها من سنتها وهذا البيت يتعرر إلى مؤامرات لهدمه ولإقامة الهيطة المزعوم الذي يزعمنا أنه كان مكان بيت المقلس وهذا كله الكذب وافتراء ومخارف للتاريخ وأنهم حفروا حفريات في القدس كلها فلن يجدوا أثراً لذلك حتى تحت بيت المقلس أشعلوا فيهم ميران مرة وحرقوا منبر صلاح الدين الذي بناه نور الدين محمود وجاء به صلاح الدين ليخطب عليه في أول جمعة فكان هذا المنبر في دمشق آتوا به وخطب عليه أنقاضي يومها خطب عليه في أول جمعة هذا المنبر تم حرقه وحرق بثم كمير من بيت المقلس وحفروا حفريات تحتهم واعتدوا عليه وقتلوا الصبار والكدار وسانت البناء في أنحاء بيت المقلس في كل سنة يحدث هجوماً على البيت في محاولات متكررة بالاستلاء عليه وإيقاعه وهدمه لبناء الهيكل المزعون ولكن عندهم الخطط الطويلة المدى وعندهم صبر على ذلك فإنهم ينتئذون هذه الفرصة التي تتعرض فيها بلاد المسلمين إلى التقسيم وذلك بسبب ما جرى بها بالسبب ما جرى بها من هذه الاعتداءات التي حدثت في بلاد المسلمين وهذا التفرق والتشبز والقتال الذي حدث في بلاد المسلمين سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في ليبيا أو في غيرها فإن هذه النيوش المسلمة التي انقسمت والتي تمرت تماماً إنما تعطي الفرصة السامحة لإحتلال بيت المقتص احتلالاً تاماً وكذلك السيطرة عليه وهدنه وبناء الهيطة المعزول المجعون حين لا يكون المسلمين طوة وليس لهم شغل بذلك وإنما ينشغلون بأنفسهم إن رئيس المخابرات الفرنسية قال في اجتماع حضره رؤساء المخابرات الأوروبية والأمريكية وكان أحضره أيضاً رئيس الـ CIA المخابرات الأمريكية قال إن الشرق الأوسط الذي نعرفه إن الشرق الأوسط الذي نعرفه لن يعود إلى ما كان عليه لن يعود إلى ما كان عليه فإنه على واقع النظام السوري يهيمن على جزء صغير من سوريا وأن الأكرار يهيمنون على جزء من سوريا وداعش تهيمن على جزء من سوريا وكذلك العراق في السنة والشيعة والأكرار وكل واحدة منهم تهيمن على جزء منها وأمنا نشك أن ترجع هذه البلاد إلى ما كانت عليه وهذا هو المخطة الأول وهو تقسيم هذه البلاد وإضعافها وإضعاف بيوشها والسيطرة على قيادتها وتوبيهها وهذا السعي يتوجه كذلك إلى السعودية وإلى مصر فإنهما القوتان الباقيتان والتي يسعى الغرب الحاق لتدبير هذه الدولتين إذا حدث هذا فقل على بيت المقدس السلام فقل على بيت المقدس السلام مؤامرة كبيرة وعالمية يشاري يحركها هؤلاء الصحاينة وهم لهم هدف بعيد ويحركون كل هذه المشاعد التي ربما لا يفهم الناس الكثير منهم لا يفهم ما وراءها من الأهداف إن هذا الأمر عباد الله إن هذا الأمر عباد الله فيه أولا إرادة ثوبان هذه الأمة في هذه القيمة الغربية الخارجة عن كل قيمة وفلط ثم أنهم يحولونهم إلى مناهج تغريبية وقحة بعيدة عن دين الله عز وجل الذي ندين به لله سبحانه وتعالى ثم تقسيم البلاد وإضعافها حتى نكون تابعين كل التبعية إلى هؤلاء لا نتحرك دمتا ولا يسرى إلا بأمر وتحريك من هؤلاء بحيث يحققون كل مطالبهم وأن الأقصى إنه عباد الله ويقتلوا هؤلاء الشباب والأطفال والنساء دفاعا بصدور عارية عن بيت المقدس في غفلة من المسلمين في مشارق الأرض ومضاريها وتعلقهم بحبال لا قيمة لها وهي الأمم المتحدة والعالم المتحطر وبأمريكا وبغيرها وهؤلاء لا يتحرقون إلا لخدمة إسرائيل لا يتحرقون لخدمة قضية من قضايا المسلمين فإن المسلمين يحرقون بالنار في ميانمار على مرأة ومسمع من العالم لما لا يتحرك له ساكن إن المسطور السادس الأمريكي تحرك لإنقاذ كلب في المحيط ولم يتحركوا لإنقاذ هؤلاء المسلمين العزل الضعفاء الذين ليس لهم سند يحرقون القرى بأكملها فيها الأطفال والنساء والرجال والشباب يحرقونها كاملة على مسمع ومرأة من العالم المسلمون يقتلون في الفلبين وفي إيريتريا ويقتلون في الصين ويقتلون كذلك في بقاع من المرض كثيرة بغير أن يتحرك ساكن في هذا العالم الذي يتحرك لصنم دمر هنا بحيث أنه هذا تدمير للتراص أو أن كلبا كاد أن يغرق فيتحرك له الأسطور السادس في الأمريكي كل هذا امتهان لهذه القمة لأنها تحولت عن الله عز وجل ليس لنا إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الذي نصطفه وصلي الله على سيمنا محمد وعلى آل وصحبه يسلم تسليما كثيرا إلى ذن الله إن مصر قادم لا محال بعد الرحل سبحانه وتعالى للمؤمنين والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منا أن نكون أمنا على ما سيعقين الله سبحانه وتعالى من المنا ونريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنهم في الأرض ونريف العون وهامان ودموذهما منهم ما كان نحضرهم سيكون هذا التمكين بإذن الله سبحانه وتعالى كما بيّن الله عز وجل مهما كان كيد الكائدين ومهما كان مكر الناكرين فإن الله سبحانه وتعالى مكره أعظم من مكرهم وكيده أعظم من مكرهم ويمكرون ويمكر الله وقاءه خير الناكرين إنهم يكيدون كيدا وملكين كيدا فنحل الكافرين أمهلهم رويدا إن هذا الأمر عباد الله يبينه الله سبحانه وفعاله كما يبينه التاريخ أن الله سبحانه وفعاله جعل كيد الكافرين في نحرهم عبر الزمان كانوا فكان كيدهم عليهم وانظر إلى فرعون كما ذكرنا في الخطبة الماضية كيف أنه أراد أن يقتل أبناء بني إسرائيل حتى لا يخرج موسى فجعله الله عز وجل يربي موسى في قصه أعظم التحدي من الله سبحانه وفعاله جعله يربي من يزول ملكه على أديه حتى أزال موسى ملك في العون ووائز هذا الملك العظيم من بعدهم وهذا يدل على أن تدبير الله عز وجل لنا أعظم من تدبيرنا لأنفسنا وما صرفه الله عز وجل عنا قد يكون شرا لنا دفعه الله عز وجل عنا ينبغي أن نرضى لقضاء الله وقدره وينبغي أن نعلي أمر الله عز وجل وينبغي أن نرضى عن الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنا ما قدره الله عز وجل لنا من الخير فنحن به قائمون وما صرفه عنا من الشر فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك والله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسرى الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسرى وأن النصر مع الصف وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر عداد الله بالنسبة للنصر قريب ولكن ينبغي أن نكون عدادا لله يفتح الله سبحانه وتعالى لنا ينبغي أن نصحح عقيدتنا في الله وفي الملائكة وفي الأنبياء وفي الكتب وفي الرسل وفي الكتب وفي القضاء وفي القدر وفي الإيمان وفي اليوم الآخر وينبغي أن نصحح عبادتنا بأن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله عز وجل ونعبده بالذي أمرنا به سبحانه وتعالى وينبغي أن نصحح أخلاقنا وينبغي أن نصحح معاملاتنا فإذا كنا كذلك عباد الله وسعيزا إلى تكوين أمة موحدة أمة موحدة لا تقوم على حقد ولا كراهية وإنما تقوم على الحب في الله وعلى التواد في الله سبحانه وتعالى وعلى المقوف في وجه المعتب صفا واحدا كأنهم بنيان مرسوس ولا تلازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم واصبروا واعتصروا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألغف بين قلوبكم فأصبحكم بنعمته إخوانا فهذه الأخوة التي بيننا نعمة من الله عز وجل لا تكفروها لا تكفروها بحقد وحسن وكراهية وغلم لا تكفروها بسد وشد وغيمة ونمينة وإنما أحفظ نعمة الله عز وجل بوجود المحبة والكواد والتزاور والسر والتعالق على الذر والتقوى إن هذا هو طريق نصر عداد الله طريق استعادة بيت المقدس ليس بالتعلق من أمم المتحدة وليس بالتعلق من قرارات دولية وليس بالتعلق من الناس وإنما بالتعلق بالله عز وجل إيجاد العلاقة الإيمانية بيننا وبين الله عز وجل وتقويتها والطريق إلى فتح ليت المقدس مرة ثانية نسأل الله عز وجل أن يعيده إلينا أسحابنا وأن يمكن الله عز وجل لنا دينه الذي افضى لنا وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا وجاءه اللهم ممكن لنا دينك الذي افضيت لنا اللهم ببدل خوفنا أمنا ويأسنا وجاءه اللهم ادعى البلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائل بلاد المسلمين اللهم أبننا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم نقسم لنا الخير وكله الذي تعلمه يا رب العالمين وانفع عن السر كله الذي تعلمه يا رب العالمين رضينا بنا قسمت لنا ونحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إنانك يا رب العالمين نحن في عبادتك وطاعتك مهما كانت النروف والأحيان والأوقات نسألك نصرك ونستغذر رحمتك أن تجعل هذا أن تمكن لدينك الذي افضيت لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا للذين آمنوا وسبحانك الله ومحمد أشهد أن لا إله إلا أن أستغذر أكبر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين